أهلا بكم مجددا في أخبارنا دولية يبدأ مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل لمناقشات بشأن مشروع قرار صاغته دولة الكويت يدين استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر بعثة حماية دولية في الأراضي المحتلة نعم يطلب المشروع أيضا مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتيرش رفع تقرير خلال 30 يوما بشأن تبني سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين قدمت دولة الكويت مسودة القرار العربي والذي ساغته دولة الكويت لحماية المدنيين الفلسطينيين ورفع الحسار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني وذلك بعد أن قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشم أكثر من 100 فلسطيني وأصابت حوالي 12 ألف شخص بالذخيرة الحية منذ 30 من مارس أمس تقدمنا حقيقة بمشروع قرار خاص بالوضع في الأراضي المحتلة وتم توزيعها على جميع الدول الأعضاء وقبل ما نقوم بتوزيع حقيقة أجرينا أيضا مشاورات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء وكذلك عقدنا اجتماع مع الدول العشرة غير الدائمين وناقشنا معهم العناصر الأساسية لمشروع القرار والقرار أبرز العناصر فيه أول شيء ندين حقيقة لأحداث المأساوية الأخيرة اللي حدثت في غزة واستخدام القوات الإسرائيلية المحتلة للذخيرة الحية وقتل أكثر من 60 متظاهر أعزل وجرح الألاف أول شيء ليدانا الأمر الآخر نطلب من الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم مقترحات بخصوص إنشاء قوة أو بعثة دولية توفر الحماية للشعب الفلسطيني العنصر الثاني وهو أيضا مهم جدا أن مطالبة السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل بإنهاء حصارها لغزة وإنهاء القيود التي تفرضها على حركة الأشخاص وحركة البضائع وفتح المعابر هذا المطلب الثاني وهو مطلب مهم وأيضا في مطلب ثالث بأن الأمين العام عن طريق مبعوثة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بأن يقدموا مقترحات لضمان أول شيء تخفيض مستوى العنف وعدم حدوث وتكرار مثل الأحداث المعساوية مرة أخرى وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة مرارا على أهمية إنهاء العنف في غزة ودعا إلى إيجاد حل عادل ودائم للاجئين الفلسطينيين في حين وجهت انتقادات حده لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مجلس حقوق الإنسان في انتظار مجلس الأمن الدولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية يحتاج مشروع القرار الكويتي لتمريره من مجلس الأمن الدولي لموافقة تسعة من الدول الأعضاء الخمسة عشر على أن لا يستخدم حق النقدي الفيتو من مجلس الأمن الدولي أسامة عبد العزيز تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر